في خطوة تثير الجدل وتستنفذ الموارد الحكومية كشف النائب مصطفى سند عن انفاق حكومة محمد الشيع السوداني مبلغا ضخما يصل إلى 650 مليون دينار شهريا لصفحات فيسبوك تروج لإنجازات مزعومة منذ مدة يرصد المتابعون لصفحات الفيسبوك عشرات الصفحات التي تقدم منجزات بسيطة على أنها إنجازات عظيمة مثل افتتاح مدرسة أو تبليط شارع أو إقامة مهرجان التي تظهر بوضوح كأنها ممولة بشكل واضح وتعتبر حكومة السوداني واحدة من أكثر الحكومات التي أشأت صفحات بأسماء مستعارة بشكل غير مسبوق يشرف عليها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على المؤيد وعلى الرغم من وجود مستشارين وموظفين في مكتب السوداني للتواصل مع الجمهور لأن الواقع يكشف أن هذه الصفحات أصبحت نوافذة لصرف رواتب بلا فائدة لهؤلاء الموظفين الذين حلوا محل مسؤولي المؤسسات الأمنية والخدمية والمالية وذلك لحل مشاكل الناس وفي الواقع أصبحت حلقة زائدة لشرعنة نهب المال العام إنفاق الحكومة المبالغ المالية الضخمة على ترويج إنجازات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكل صدمة لدى المواطنين الذين يعانون من نقص في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية بينما الحكومة تنفق ملايين الدنانير على ترويج لإنجازات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤال استخدام الموارد العامة بشكل مثل هذا التمويل هو بمثابة ترويج سياسي لا يمكن تبرره بأي شكل من الأشكال يجب أن يكون هناك تحقيق واضح في هذه المسألة وعرض النتائج أمام الرأي العامة